هذا ما تبقى هنا على أطلال مسجد الرحمة المدمر بفعل القصف الإسرائيلي الذي جرى على مدار ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم في ظل الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عردا من المنازل بالإضافة إلى ثلاثة من المساجد التي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا المسجد الذي لم يعد صالحا لأن تقام فيه الصلاة إذا أردنا أن نتحدث بهذا الشكل وفي تلك الحالة سنتحدث في هذه اللحظات ربما عن طبيعة ما جرى جراء القصف الإسرائيلي في تلك المنطقة لكن الضمار الهائل في هذا المكان وفي ظل أن هناك أعمدة ما زالت صامدة في ظل القصف الإسرائيلي إلا أنه لا يصلح كما يتحدث القائمون عليه لأن يبنى من جديد كما هو الحال ولكن أيضا هنا نازحون في هذه البركسات أو المحلات المجاورة للمسجد الذي تم قصفه بهذا الشكل وبتلك الطريقة وربما هناك من أصيب في داخل هذا الحاصل هنا وسنحتى تحدث مع سكانه القاطنين في هذا المكان يعطيك العافية وأنتم طبعا الحمد لله سلامتكم كيف تابعتهم القصف اللي جرى اليوم والله يا خالتي كانت ليلة رعب رعب كانوا الأولاد نيمين وما شفنا لهالحيطان بالتهيل علينا يعني العمود هذا كله هال على بنتي ووجعت ضغط الهورة مهانة فكرها أبوها استشدت كل الردم والركام عليهم كان والحمد لله وهذه المرة الثانية يقص في الجامع وإحنا نصاب يعني المرة الأولى تصاب وهذه المرة الثانية من حمد ربنا ربنا كريم اللي أنا جانا الحمد لله رب العلبين منتشائف هاي الوضع إحنا ننازحين من غزة يعني ناس عاديين جدا الحمد لله رب العالمين وربنا هنا نشأنا من الموت لتاني مرة في المرة الأولى لما نقصف كنت هنا كنا هنا برضو هان نفس الأشي والله ومرت أخوي صابت هنا في كتفها وفي رجلها ووش نعمل ملناش مكان مفيش مأوة يعني دورنا كل الدنيا حتى مكان لخيمة هاي خيمة جبنا ملقناش الشوارع ملاني الأماكن كلها ملقناش ضلينا في المخزن قلنا ننقصف معليش خلص مش هيقصفوا تاني يعني أمننا حاننا بس فجأة تاني خبطوا كمان مرة يعني جامع ما فيش في حاج وما قصوف لأش يقصفوا تاني ولا حضروا ولا إشي وإحنا ناز مدنيين نازحين فيش فيدينا حاجة فيش أمان فيش أمان بالمرة يعني أنتو قلتوا توجهوا لرفح في أمان للنازحين جينا على رفح يعني سيبنا قطع غزة وجينا الغزة وجينا هنا ما فيش أمان مين أجمعك زوجة ولادي بناتي تنتين ولادي اتنين وجينا هنا قعدنا في هذا المخزن ومش لقين مكان الروح يعني لما قصفوا أول مرة ضلينا كنا خلص مش حيرجعوا لقصف تاني أنا بدي لو هناك عند الحجار الجدار الهدم أو نهار كان موجود حد لا كل يوم بنتي بتنام هناك تحت الجدار مبارح هنا نامت الفرشة هذه والحمد لله لسه بقولها أخوها قومي يا أختي قامت بتلبس في طرحتها اللي صارت القصفة ارتمت على بطنها أبوها فكرها استشهدات كل الردم فقيم وابني بنام هناك شايف كيف البطون كيف من هناك يعني لو تحديه كان فراس وراح مرعب المشهد مرعب جدا جدا والله حتى الآن أنا مش مش قادرة أتملك أعصابي خالتي وأنا مريد السكر وضغط يعني شوية وعندي عنجلاتت كل يوم بعيط أنا كل يوم السياح كل يوم نفسنا نرجع لبيوتنا أرجعونا وقالوا لنا ما نجي طب إحنا ناس مدنيين لش تعملوا فيناك قصفتوا الجامع مرة لش تخصفوا تاني ما فيش في حاجة مقصوف حسبي الله وأنت نعمل وكي الحمد لله رب العالمين تشعرونه كأنه توزيع للموت على الناس الله وكي لك الحمد لله والله كل يوم يا خالتي بنحس إن إحنا موت لما نسحى الصبح بنقول الحمد لله لسه إحنا أحياء إحنا على وجه الأرض الحمد لله رب العالمين كل يلي نفس الإشي كل يلي وصلت لهذا الحال؟ أه والله وأكتر نفسياتنا اتدمرت والله نفسياتنا اتدمرت على الآخر الحمد لله رب العالمين يعني أنا إلي بنت كمان هناك في الشمال وبناتها كل يوم نفسيتي بالدمر عليها أبو إلي ولد كمان غاد يعني ما بنا في الغوء يعني اتغربنا ونزحنا وأولادنا شتتنا وأهلينا كل ناس في منطقة وكمان الضرر لحقنا وش تواصل مع أولاك؟ والله إنت عارف الشمال فيش تواصل فيش مبارح من أربع شهور كلمت بنتي راحت عند عمتها عشان تفتح نتو تكلمنا وطلعنا في الشارع عشان يواصل للنتو أتكلم أنا ومناتي يعني حافداتي اللي حافدتين ما شافتهنش اللي خمس شهور والله إربنا ما بقول يعني لا دول واكف معانا عربية ولا أجنبية ليش؟ إحنا شعب منا ضحايا إحنا ضحايا ضحايا الحروب إحنا بس الشعب هو اللي رايح ضحية المفروض تكون وقفة عربية أجنبية كل الدول يوقفوا هذا الحرم حرام حرام خايفين من بكرة؟ طبعا بكرة قالوا فيه اجتماع وإحنا والله خايفين يعني مش عارفين هل إحنا بنا نضلنا في المكان هذا بنا ننزح لمنطقة تانية نستنى في الاجتماع اللي حيصير كل ليلة بنترقب الأخبار وكل يوم بيجي أسوأ من اللي قبله يعني إحنا نتأمل عايشين على أمال إنا نرجع على بيوتنا لو قلونا بس ارجع على بيوتكو لو بنا نعيش فوق الركام تبع بيتنا إحنا رضيين في الشوارع بنا نعيش بس نصل غزة نصل بيوتنا إنشين مرحة منطقتنا أما هيك عدم نفسي وكل حاجة وشتتنا كتير كتير يعني أنا محرومة منشوفت بنتي وحفيداتي وابني وهيبولوا مش لقين الأكل ولا الشرق في الشمال ما باللي أتحيل الحمد لله رب العالمين الله يعافيك كيف شفت القصر؟ والله مش عارفة كيف أوصف لك يعني القصف مرعب المشهد آه كتير إيش اللي صار أنت وصفيلي إيش اللي صار بالضبع؟ آه هلقيت كنا إحنا نيمين آه أنا كنت في المدرسة أنا وأمي أما أخواتي وأختي مدرسة هنا جمع؟ خفت طلعت دغري على أقلوب الجامع صارت غبرة كتير كتير جيت أجري لقيتهم ممرأة ميين هنا والركام وصاروا يجروا جدار بين الجامع وبيتك والحاصر؟ جدار واحد آه هاي مسافة يمكنت أربع متر تفكرتهم؟ أنا أقول خلق أصراحوا استشهدوا لأنها كانت الضربة قوية جدا والغبار والعتمة كانت عتمة مشهد فضيع فضيع جدا والله مش عارفة أنا إيش أحكي لك أنت شايف كيف إحنا مرميين أنتو كأطفال كيف بتشوفوا هذه الحرب؟ هذا الدمار هذا القصر؟ حسبي الله ما نعمل وكل في اليهود اشنا نحكي يعني مش أنت قديش عمرك؟ أنا أربع عشر والله عارف الإنجليش أنا شطرة فيه ولا إشهل قد ذكر منه يعني حرم عليهم نفسه روح للمدرسة حياتك تغيرت آه كثير وهي آخر سنة إلي يعني في المدرسة الوكالة ويعني حرم عليهم يعني إيش اللي بصير كيف تشوفي أنت والله هاي أنت تستشهدت وظحباتي وكلهم مش عارفة أشي حكي لك أنت أول ما تذكرت المدرسة وانت شطرة في الإنجليزي آه شطرة كثير والحين هل كنت والله عادي يعني بس يعني بدنا نمراجعة بدنا إشي يعني نعيد هاي روتين آه الحمد لله أولادي متفوقين من الأوائل يعني الحمد لله علمت دكتوره وعندي ثلاث مهدسين وعندي ممرض وجوزي ممرض الحمد لله أولادي من الأوائل فوق التسعينات بيجيبوا يعني حرام عليهم حتى السنة الدراسية كلها ضاعت يعني دمرونا دمرونا وكل النواحي نفسياً وصحياً وكل حاجة ومادية وكل إشي خلص ما في شي ما ضلش إشي نعيش عشانه يعني الأمل في الحياة فقدناه يعني كل يوم نستنى في الموت كل يوم إن شاء الله بترجع والأمل بعد إن شاء الله يا رب يا رب الأمل في وجه الله كبير وإحنا أملنا في وجه الله الحمد لله إن شاء الله دين بالك على أولادك ويعطيك العافو إن شاء الله ربنا أحميكم شكراً جزيلاً إليك طبعاً سنحاول أن نخرج من هذا المكان لأنه هو المدخل الوحيد إلى مسجد الرحمة في هذه الآونة وهذا هو المسجد المدمر في هذه اللحظات ولم يتبقى إلى هذا الركام وذلك السقف وتلك الأعمدة المتهالكة بفعل القصف الإسرائيلي ولكن أيضاً هنا يرفع الأذان على مقربة من مسجد الرحمة ورغم أن الأذان هنا توقف في مسجد الرحمة إلا أنه يعلو في مساجد أخرى في هذه اللحظات وهو من داخل هذه المدرسة وهي مركز للإيواء أيضاً يعلو منه صوت الأذان الذي أوقفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية وتلك الضربات الجوية في هذه الآونة يعطيكم العافية كيف حالكم؟ سيرضى عليك كيف عشت القصف؟ إحنا بيتنا اللي نقصف أصلاً أحكي لي إيش اللي صار؟ والله صار طخ وضارب وطلعنا إحنا هجنا هجنا في العريش اللي تحت هديكة من الغرف وإنه رح نزعقنا عابلنا رح يطلعوا أولاده ولقوا أولاده كلهم طيع عليهم استشهد أولاده وكل أولاده مصطوبين هو هاتك هو في المستشفى كلهم إصابات وين بيتكم بيتنا ودينا عليه إذا بتقدروا وحكي لي إيش اللي صار بالضبط إيش اللي صار صار قصف وطخ وطيران وصارت الدار تهتاز فأطلعنا إحنا على تحت من الدار تحت هاي غرفنا هاد هم هاي بيتنا هاي الغرف انتو بيتكم جنب الجامعة هاي 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 دورنا هاي جوة الدار يعني مبينة وراح نكون غرفنا نحنا كنا نايمين في الغرف هذا هدولا نايمين ونهالا على بيتنا أنا كنت طالع أنا والعندي طلعتهم قلت لهم اطلعوا رحنا نطلع الاصغار هادوا لك في الجامعة ووقعت عليهم فأصباتوا ولد استشهد وأبوهم مصاب في المستشفى هاتكوة مين بكونوا الاستشهد فهد ماضي طيب خليني أحكي عن هذا القصف أنتو توقعتوا أنه هيك يصير الأمر والله احنا مش ماذا احنا مش يعني الكل خاف من الوضع من كتر الطيران والضرب والقصف الكل توقع الخوف يعني فأنا مش متأمنين الجامعة كان ينضرب لأنه نضرب قبل هيك كان مضروب قبل هيك فأيجت الضربة الثانية هذه عشان هيك يعطيك العاف الله يعافيك شكرا جزيلا عبد الله سلام الله السلام طبعا بهذه روايات شهود العيان هنا ونحن نتحدث ليس فقط عن الضمار الذي حل بمسجد الرحمة وهو واحد من ثلاثة مساجد استهدفت هنا في مدينة رفح مسجد الرحمة مسجد الهدى ومسجد حمزة في ضربات لثلاثة مساجد بالإضافة إلى عدد من منازل المواطنين في هذه الضربة الغير مسبوقة هنا في مدينة رفح في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين على سلامة لقناة الجزيرة مباشر من مدينة رفح جنوب القطع